أثارت فضيحة جديدة في هالوود ضجة بين مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم بعدما اعتذر الممثل والمخرج الأمريكي الشهير كافن سبيسي عن تحرش الممثل الأمريكي ألتوني راب في حادثة قال الأخير أنها وقعت منذ ثلاثين عاما ولكن ادعاءات راب لسبيسي أتت في مقابلة أجراها مع موقع بسفيد الإعلامي حيث هناك تبين هذه الصفحة طبعا ما جرى بين الاثنين أو اضعوا عليها قال راب أن الحادثة وقعت في حفل استضافه سبيسي عام 1986 في شقةه كان راب حينها يبلغ من العمر 14 عاما كان بفتيا حينها في بداية حاته الفنية في مسارح برودوي التي كان يمثل فيها أيضا سبيسي بحسب الرواية تحرش سبيسي البالغ من العمر أن ذاك 26 عاما براب بعد مغادرة الضيوف لكن الأخير دفعه وغادر المكان أضارف راب أن كان لديه انطباعا بأن سبيسي كان سكرانا حينها ولكن حول الأسباب التي دفعت راب للكشف عن ما حدث قال إنه حديث بعض النساء عن التحرش الذي تعرضنا له في الوسط الفني دفعه للكشف عن تجربته ونشر على صفحته على تويتر تحدثت عن قصتي مدفوعا بشجاعة العديد من النساء والرجال الذين كشفوا عن ما مروا به ويضيف توني راب والتصد الضوء أملا في إحداث تغيير كما فعلوا هم من أجلي وردا على هذه الاتهامات قال سبيسي إنه فزع عندما سمع رواية راب لما حدث وقال في بيان غرده على صفحته على تويتر يقول كيفين بكل صراحة لا أتذكر الواقعة لكن إذا تصرفت كما وصف فإنني مدين له باعتذار صادق عما كان سلوكا غير ملائم إطلاقا من سكير ويضيف أيضا سبيسي إن قصة راب شجعته على الحديث عن أشياء أخرى في حياته الشخصية التي لطالما كان كتوما عنها قائلا أحببت وتبادلت مشاعر رومانسية مع رجال خلال حياتي والآن أختار العيش كرجل مثلي أريد تعامل مع هذا بصراحة وعلانية ويبدأ ذلك بفحص سلوكي ولكن قرار سبيسي الكشف عن ميوله الجنسية في الوقت الذي يرد فيه على الدعاءات متحرش جنسي ضد طفل أثارت عاصفة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي الكثيرون التهمون بمحاولة خلط الأمور وأبعاد التركيز عن الواقع من بين هذه التغريدات نتوقف مع تغريدة الناقد السينمائي ريتشارد لوسون الذي يقول فيها الكشف عن كونك مثليا جسيا شيء والاعتداء على طفل في الرابع عشرة من عمره شيء آخر تماما الخلط بين الأمرين مثير للإشمتزاز أما الفنانة الكوميدي الأمريكية واندا ساكس فتقول لا 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 يمكنك أن تختبئ تحت قوس قزح ولكن أيضا استمرار للتغريدات الناقدة له الكاتب المعلق الأمريكي بن شابيرو ماذا يقول نعم ربما حاولت اغتصاب صبي في الرابع عشرة من عمري عندما كنت في السادسة والعشرين عاما لكنني مثلي هذا دفاع رهيب جدا سارا هاريس بدورها تدلي بدلوها بالقول لا يهمني أن كابن سبيسي مثلي مزاعم أنه تحرش جنسيا بطفل هو ما يجب أن نركز عليه ولكن تأتي هذه الادعاءات ضد كابن سبيسي في الوقت الذي تعاني في هالوود من فضيحة المنتج الأمريكي الشهير هارفي وينستين وقد اتهمته أكثر من خمسين امرأة أما بالاغتصاب أو التحرش الجنسي بهن على مدار عقود وينستين ينفي بشكل قاطع أي دعاءات حول ممارسته الجنس مع أي امرأة دون رضاها وأثارت هذه الاتهامات جدلا بشأن السلوك غير اللائق في القطاع الفني ومجالات أخرى ودفعت الكثير من الأشخاص الكشف عن تجاربهم مع أحداث التحرش الجنسي باستخدام مختلف منصات التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة